ونؤكد هنا أنه حتى الآن لا تقدم في المفاوضات بل هي تراوح مكانها رغم كل جهودنا للوصول إلى نتائج إيجابية مع الأسف قال أسامة حمدان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وضع عقبات أمام المفاوضات وإن الجانب الإسرائيلي يعتمد تكتيكات مراوغة وجر المفاوضات لحلقة مفرغة وأردف أن حماس لم توافق على اقتراح مصر السابق لوقف إطلاق النار مشيرا إلى أن الطرفين سيعقلن جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة قبل نهاية شهر رمضان الأسبوع المقبل بهدف التواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار حتى الآن لم يرد الجانب الإسرائيلي على ما جاء على اللسان حمدان لكن في وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق إلا من خلال مفاوضات دون شروط مسبقة وإن شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها حماس غير واقعية هذا ومنذ اندلاع الجولة الحالية من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وبوسطة قطر ومصر وأطراف أخرى تم وقف إطلاق النار لمدة أسبوع والإفراج عن بعض المعتقلين من الجانبين في نوفمبر الماضي ومنذ ذلك الحين توسط المجتمع الدولي بنشاط في عدة جولات من المفاوضات لكنه فشل حتى الساعة في التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وعلى الرغم من أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبنى قراراً لوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان في الخامس والعشرين من مارس المنصر إلا أن إسرائيل سحبت ممثليها من العاصبة القطرية الدوحة مما أدى إلى توقف المفاوضات مرة أخرى وفي الحادي والثلاثين من مارس توجه وفد إسرائيلي مفاوض للقاهرة لاستئناف المفاوضات لينسحب مجدداً بسبب تعطل المفاوضات ترجمة نانسي قنقر